من النادي اللي بتحسه هيك، بتحبه بالسعودية غير الهلال؟ يعني أنا مراه بعدة مراحل لما كنت صغير مرة كنت أحب الأهلي هلو لما كان ضيد يدرب الأهلي كان الأهلي اللعب بأحلى كرة في السعودية حلو، برازيلي فترات كنت أحب النصر صدق أو لا تصدق على شيء ما تجدع بدلا اكيد مأصد انا أحب ماجد عبدالله ا next يعني لما كان يلعب النصر مع الهلال لا أكيد لا بس يعني مثلا كنت أحب يعني ما أجد أنه مكانة يعني مو باللاعب الوحيد الذي أحب الترفي النصر يعني تاريخ النصر مين كمان يعني أنا أحب مثلا مبروك تركي الله يرحمه أول أعتقد أن حارس كبير محيسن الجمعان فهد الريفي لاعب كبير بس ما كان اللاعب المفضلين عندي يعني كان أكثر ماجد وماجد يكفي يعني وشات في مجروحة ونعتقد أنه خسارة أنه ما لاحق على الاحتراف وعلى التغطية التلفزيونية الموجودة عندنا ولا كانت حاجة كبيرة بالمرة أنا أخبرت حفل اعتزال له ماجد كان في سبعين ألف في الملعب وكان في عشرين ألف صحيح لكن في منهم يعني تخيل مثلا المنتخب تسعين اللي في كاس العالم في إيطاليا فريق يوسف الثنيان في عزة ماجد في عزة محيسن في عزة فهد المصيبيح فهد الهريفي صالح النعيمة أحمد جميل عبدالله صالح هذا أحسن جيل جاء على الكرة السعودية هذا أحسن فريق في طريق المنتخب بس في واحد ما جاء بتيرته اللي فاز بكاس آسيا الفريق اللي في كاس آسيا مع كارلسو البرتو وطلع من كاس العالم في سنغافورا أنا في رأيي أن هذا أفضل منتخب مع منتخب سعيد العويران وفؤاد أنور منتخب اللي راح وسامي الجابر اللي راح خيرا مرأس لا 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 سامي ما لعب في فريق اللي قلت أنا بالنسبة لي فريق المفضل أنا أعتقد فريق هذاك فريق ماجد ويستثنيان لو وصل كاس العالم وصارح نعيمة كان حيسوي شيء كبير طيب هل